قلت الوقت؟ يبقى ما فيش حوار التلفزيون يسرع الوقت الناس اللي بتسافر وبتسيب بعضها الاغتراب العمل المنهك للإنسان اللي ما بقدرش يبقى فيه كده فرصة أحنا لس يشتغل في الأجازات الأسبوعية بيبقى ضغط العمل شديد للغاية وفيه أعمال تمتص صحة الإنسان النهاردة يا أحباء أكتر حاجة بيعانيها الإنسان الأجهزة التي تسرق وقت الإنسان وقتك الإنساني مع الآخر طبعا الوقت بتاع التلفزيون ده مش وقت إنساني خالص حتى لو كنت باسمع صوتك حتى لو كنت بشوف شكك فيه وسيط ما بينك لكن الوقت الإنساني اللي هو عمرك ما أنت كل يوم بتاخد 24 ساعة ما أنت كل يوم بتاخد 24 ساعة ما تخليش حد يسرق وقتك وقتك ده وأنا بكلم هو أو هي الوقت ده سمين للطرف الآخر عشان كده توازن في استخدام الوقت الموبايل ما تعملش عشان نقعد ندردش فيه خالص الموبايل ده تعمل للطوارئ والذي الإنسان يقدر يوصل صوته لما يبقى في حال أزمة ده في الأساس هو كده الناس بقى بتستخدموا الاستخدامات الاجتماعية كتيرة وتضيع وقت ويتسرق وقت أيها الزوج الحديث والزوج الحديثة من فضلكم أسمن شيء تقدموه لبعضكم هو الوقت وأنا بخاطب هو بصورة خاصة علشان الوقت هو أحيان يتحجج الواحد ما عنديش وقت ده ما عنديش وقت للصلاة وما عنديش وقت لبيتي وما عنديش وقت النفسي وما عنديش وقت للهواية وما عنديش وما عنديش طب عندك إيه؟ الشغل؟ الشغل؟ طب وعدين؟ انتبه لنفسك خليك متوازن لازم يقفيه وقت خاص بتاعك ولازم يقفيه وقت لكم أنتو الاتنين وقت نقعد دون انشغال بأي شيء مش أنت قاعد وياهية وكل واحد فيكم بسك الموبايل أو كل واحد ساعة ما الموبايل يرين ينطفد كده ويقطع أي حوار يكون ما بينكم انتبهوا الموبايل ده مش هناخد ويانا الأبدية مش هيبقى ويانا في الأبدية لكن أروحنا التي تعيش في سلام هي اللي هتروح السماء هي اللي هتعيش في الأبدية ده احنا ممكن نعيش في الأبدية من هنا وإحنا على الأرض هامل كوت الله داخلكم زي ما علمنا ربنا يسوع المسيح ده ممكن تيجي فرصة وقت أن طرف من الاتنين سافر أو ربنا يحافظ عليكم ويديكم الصحة يكون تعب خد بالك خد بالك من الآية أنظروا ده بولوس الرسول قال هلنا في رسالة أفاسوس أسعى خمسة عدد خمستاشر أنظروا كيف تسلكون بالتدقيق والتدقيق هنا يعني الواحد يكون دقيق لكن كمان ياخد باله من دقيقة لا كجهلاء بل كحكماء اللي بيستغل للوقت حسن ويوزعه صح هو ده من الحكماء اللي بيستغل للوقت خطأ ده من الجهال تريد أنك تكون جاهل ولا حكيم انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت كلمة مفتدين الوقت يعني مخليين الوقت في قيمته قيمة وقت الفداء شوف سعة الفداء كده اللي عملها المسيح على الصليب وقدمهن قدقي غالية خلي وقتك غالي ما ضعش وقتك في الفاضي ما ضعش وقتك في اللامعنى ما ضعش وقتك بلا أي سمر استغل وقتك صح وأجمل استغلال للوقت التواجد معا وكلمتك قبل كده عن سعادة التواجد سواء انت وانتي أو انتي وانت أو انتو الاتنين مع ولادكم أيضا في المستقبل هذه خمس ملاحظات تشجعك على الحوار الحسن الإنصاط والصراحة والألفاظ والحب والستغلال الوقت ترجمة نانسي قنقر